هجوم غامض بالطائرات المسيرة طال العمق الإيراني في الساعة الأخيرة من ليلة يوم أمس وكانت هناك أيضا الكثير من الانفجارات حقيقة التي لم يكن لها أو لم تجد الكثير من التفسيرات من قبل وزارة الدفاع الإيرانية التي اعترفت بهذه التفاصيل وكالة رويترز وكذلك نيويورك تايمز تحدثت عن الكثير من تفاصيل ما جرى والانفجارات والهجمات هي كلها جاءت في هذه النقاط الحمراء في الداخل الإيراني وأهم النقاط التي تعرضت للهجمات وذهب التركيز إليها هي أصفهان وما جاء على أصفهان هذه المصادر التي ذكرناها أكدت بأن هناك ثلاث طائرات مسيرة من نوعية كوات كوبتر هي التي قامت بمهاجمة أصفهان هي هاجمت في صريحة العبارة هاجمت هدفا مهما تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية وهي إحدى المخازن أو المستودعات المختصة في عملية صناعة الذخائر هي التي كانت الهدف وطبعا المنظومات الدفاعية الإيرانية قد سمعت من شهود العيان الموجودين في أصفهان بالقرب من هذه المنطقة وكانت قد تصدت لهذه الطائرات المسيرة ولكن الطائرات المسيرة فعلا تمكنت من ضرب هذا المخزن أو المستودع الذي تحدثت عنه إيران طبعا بالنسبة لوزارة الدفاع الإيرانية قالت بأنه لم يكن هناك أي جرحة وأي قتلى من هذا الهجوم نهائيا وبأن الأضرار التي جاءت على المخزن أو المستودع الذي تعرض لهذه الضربة هو عبارة عن ضرر فقط في سقف هذا المبنى وانتهت القصة إلى هنا وقالوا بأن هذا الهجوم هو وصفه بأنه هجوم مفاشر ولكن جروزون بوست من جهة أخرى الإسرائيلية طبعا كانت قد تحدثت وقالت بأن الضربة بحسب معلومات استخبارية غربية وأجنبية بأنها كانت دقيقة وحققت نجاحا هائلا وعلى هذا الأساس نحن علينا الانتظار انتظار الكثير أو المزيد من التفاصيل التي قد تكون قادمة في الساعات والأيام القليلة القادمة أو حتى تحديثات من القمر الصناعي التي ممكن أن توضح فعلا ما جرى في هذه المنطقة المهمة للغاية بل أن كانت هناك أساسا لقطات مصورة مما جاء من هذا الانفجار والهجوم الذي جاء بهذا الشكل سمع المواطنون المنظومات الدفاعية وهي تتصدى للطائرات المسيرة وجاءت الضربة بهذا الشكل أربع انفجارات هذا الانفجار الأول هذا الانفجار الثاني الذي ترونه في أصفهان في هذا المجمع الخاص للغاية وبالتالي كان هناك اضطرابا كبيرا في أصفهان مما جاء من هذا الهجوم وإذا ما ركزنا على طبيعة الضربة الأولى تحديدا بهذا الشكل الذي ترونه من خلال توهج هذا الانفجار على الأقل فإنه أظهر لنا الشكل الواضح لطبيعة هذا المبنى الذي استهدف ستلاحظ بأن المبنى واضح بأنه يأتي بهذا الشكل المميز هناك مبنى كبير على ما يبدو وكأنه سوق أو مجمع للتسوق تحديدا هو يأتي تقريبا ملاسق لهذا المبنى الذي استهدفه استهدف السقفه بطائرات المسيرة وطبعا كما نلاحظ بأننا أمام النوع من البرج الذي يأتي بهذا الشكل إن كان واضحا لكم وبالتالي هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات خاصة وأنه تم تحديد هذا الموقع من خلال ما نشر من قبل وزارة الدفاع الإيرانية التي أكدت بأن هذا الطريق الذي ترونه الذي هو يأتي بخط سريع ذهابا وإيابا كما هو واضح من هذه العجلات بل إن هذه النقطة أساسا توضح تماما بأنها ثلاثة شوارع أو أربعة شوارع هذا الشارع الأخير هو لا يأتي جزءا طبعا من الخط السريع وبالتالي هو الذي يسهل عملية العطاف إلى المباني التي تأتي إلى اليمين وهذا ما يوضح بأننا قد نكون أمام أربع شوارع وبالتالي شارع فرعي وشارع فرعي وفي منتصفه طبعا هذه الشوارع التي ترونها والتي تبدو وكأنها خطا عام أو سريعا ويطلق عليها طبعا شارع الخميني تحديدا وبالتالي دعونا نذهب الآن إلى القمر الصناعي مع تأكيد هذه العنامات لنتجه إلى القمر الصناعي إلى أصفهان وأصفهان كما تراحظون وستراحظون يتأتي في عمق إيران العملية ليست بالعادية أبدا وإذا ما اتجهنا إلى شمال أصفهان تحديدا فهذا هو شارع الخميني الذي ترونه وهذه هي المخازنة الخاصة بوزارة الدفاع وهنا تحديدا في وزارة الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية نحن أمام مبنى كبير ومساحة كبيرة أخرى وبجانبها هنا مبنى وهنا أيضا تبدو مباني بأخذ هذه الصورة قليلا سنلاحظ وكأن هذه نقطة للتخزين ولكن يبدو بأن هناك في هذه النقطة وكأنه مبنى حتى هذه اللحظة لم يتم تحديثه من القمر الصناعي مبنى كبير واضح العمليات الإنشائية التي تحدث وهذا ما قد يجعلنا نعتمد هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن وبالتالي أهم هذه الأمور نحن أمام هذا الشارع الذي تحدثنا عنه الذي هو ذهابا وإيابا شارع الخميني وبالتالي يوضح بأن شارع الفرعيم موجود قد يعني هذا بأن التصوير كان من هذه النقطة التي رأيناها وهذا هو الشارع الرابع الذي يأتي بهذا الاتجاه الفرعية الذي يسهل عملية الدخول إلى الشمالي كما ترون وعلى هذا الأساس نحن أمام نفس المبنى مبنى كبير غير محدث في القمر الصناعي ولكن السؤال أين هو البرج الذي تحدثنا عنه إذا ما ركزنا على هذه المنطقة قليلا وذعونا نقترب منها ستجد بأننا أمام هذا البرج الكبير مما يؤكد أو البرج العالي الذي ظهر لنا مما يؤكد بأن هذا المبنى الذي كنا نركز عليه هو فعلا المبنى الذي تعرض لهذا الهجوم بهذه الطائرات المسيرة وبالتالي هذا هو المبنى الذي تمت مهاجمته بالطائرات بحسب هذه المعلومات أو بحسب هذه الإشارات التي أخذناها هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الهجوم بالطائرات المسيرة وتحديدا بالكوات كوبتر على مشاءات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية مثلا لو عدنا إلى يونيو من عام 2021 كنا أمام هجوم كما وثقته الانتلاب وكما تلاحظون فإن كان هناك هجوم على هذا المجمع وهو مجمع كرج لصناعة أجهزة الطرد المركزية ضربت هذه النقطة بالطائرات المسيرة بطائرة واحدة من طائرات الكوات كوبتر كما نقل وكما تلاحظ إذا ما اقتربنا من هنا فستلاحظ أن المنطقة قد دمرت تماما وأدى هذا الأمر إلى ضرر كبير في أجهزة الطرد المركزية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها كاميرات كانت واحدة منها قد تضررت الأخرى كانوا قد سحبوها الإيرانيون وكانت هناك مشكلة كبيرة بعد هذه الضربة أيضا في مايو من العام الماضي عام 2022 طبعا كان هناك هجوم آخر أيضا بنفس الطريقة طائرة مسيرة هاجمت هذا الموقع الذي ترونه في بارجين وأدى هذا الهجوم إلى ضربة فعالة في إحدى المجمعات أو المنشآت الخاصة بوزارة الدفاع الإيرانية والخاصة في تطوير الصواريخ تحديدا أدى هذا الأمر إلى مقتل أحد أهم الخبراء الذين كانوا موجودين هنا في عملية تطوير الصواريخ وقيل بأنه أيضا خبير في الطائرات المسيرة ضربت بهذا الشكل الهجوم هنا في بارجين والهجوم أيضا في كرج اتفقت على عدد من التفاصيل حينما حدثت طبعا بعد عامين متتاليا 2021 و2022 بأنها تمت مهاجمتها من قبل إسرائيل بطائرات المسيرة وأن الطائرات المسيرة كانت قد دخلت إلى الداخل الإيراني بشكل سري وتم تجميعها وتم تنفيذ الهجوم وبأن هذه الطائرات المسيرة هي طائرات إسرائيلية وهذا ما جعل نيويورك تايمز أن تجد بأن الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم في أصفهان بأنه قد جاء بنفس السيناريو وبأن طائرة مسيرة من داخل إيران انطلقت وقامت باستهداف هذا الهدف في أصفهان وبالتالي ليس هناك أي هجوم بالطائرات المسيرة من أي دولة مجاورة وأساسا كانت هناك تفاصيل مهمة نشرتها الول ستريت جونال من مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين قالوا بأن إسرائيل هي التي نفذت هذه الغارة وأكدوا الآتي نفذت إسرائيل غارة سرية بطائرات بدون طيار استهدفت مجمعا دفاعيا في إيران حيث تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن طرق جديدة لإحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية هذه النقطة التي نتحدث عنها أيضا كان هناك بعض التفاصيل التي نشرت عنها من الصحافة الإسرائيلية قالت بأن هذا المجمع هو تابع لمختبرات تقوم بعملية تطوير أنظمة الطاقة أو المعدات التابعة لمعهد مهم وهو الـ ISRC وهو معهد أبحاث الفضاء الإيراني الذي هو أيضا تابعا طبعا لصناعات الطائرات ومنها الطائرات المسيرة التابعة لشهيد همة إحدى أهم المجمعات أو الجمعيات أو الصناعات الخاصة الموجودة في الداخل الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وكذلك الحرس الثوري الإيراني وبالتالي نحن فعلا أمام عملية كبيرة جدا قد جاءت في أصفهان وهذه المنطقة تحديدة في أصفهان في العمق الإيراني هي مراقبة بشكل كبير إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي هذا هو المبنى الذي ضرب في أصفهان الذي ترونه دعونا نبتعد قليلا هذه المنطقة كلها مراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل هم يراقبون هذه المنطقة بشكل مكثف فالآن إذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة مرة أخرى التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا فإلى شمالها ستجد بأنك أمام قاعدة أخرى هنا مجمع على ما يبدو وهو HESA لصناعة الطائرات هيسة لصناعة الطائرات مختص في صناعة الطائرات وحتى الطائرات المسيرة موجود على مسافة 21.5 كيلو مترا فقط دعونا نقترب من هذه النقطة لكي نلقي نظرة عليها ولنشاهد هذه المنطقة المهمة للغاية لاحظ كيف هي هذه المنطقة مهمة وخطرة للغاية هذا هو المجمع هذه هي المباني عندما تتجه إلى اليمين فإنك ستجد بأنك أمام كل هذه الطائرات المدنية ولكن بالاتجاه إلى الشمال قليلا من هنا ونحاول أن نقترب من هذه المنطقة من هذه المباني فستجد بأنك أمام طائرات المسيرة وهذا يوضح بأن هذه المنشآت هي منشآت لصناعة الطائرات وتطوير الطائرات المسيرة مع المطار الخاص بها إذن نحن فعلا أمام تطور كبير هنا في هذه المنطقة المراقبة أيضا نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها بعد حديثنا عن النقطة التي ركزنا عليها وهي التي تأتي بهذا الاتجاه على مسافة 21.5 كيلومترا هناك منطقة أخرى على مسافة مهمة بهذا الاتجاه تقريبا 120 كيلومترا تقريبا وهي مدينة بارجين إلى جنوب شرقها قاعدة كاشان عفوا وهي مدينة كاشان إلى جنوب شرقها قاعدة كاشان للطائرات المسيرة المراقبة بشكل مكثف من الجميع الجميع يراقب كل ما يجري وأقصد بالجميع هنا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى الغرب الآن هذه هي قاعدة كاشان التي ترونها وخاصة هذه المنطقة قد ظهرت في أكثر من المناسبة عن طبيعة تجمعات خطيرة تأتي هنا وتحركات للطائرات المسيرة مثلا هذه طائرات الخردة لطائرات شاهد كما تلاحظون يرموها بسبب أن هناك نوع من الديفكت أو نوع من مشاكل الصناعة وأنها استخدمت في هذه التدريبات أو في تدريبات معينة أساسا هذا الموقع سبق للواشنطن انستيتيوت في عام 2018 ذكرت هذا الموقع تحديدا بهذا الشكل أظهرت الطائرات المسيرة وعملية التطوير الموجودة فيها وأيضا إسرائيل وتحديدا بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق كان قد أظهر هذا الموقع مرة أخرى الذي تلاحظونه وقال بأن إيران تدرب الفصائل المسلحة المقربة منها إن كانت من العراق أو سوريا أو حزب الله أو جماعة الحوثي يجلبونهم هنا يدربونهم على استخدام الطائرات المسيرة تجمعها صيانتها وكذلك استخدامها لكي تكون هناك فيرجين أو نسخة خاصة بهذه الفصائل لكي تستخدمها طبعا الحديث هنا في عام 2021 2022 منتصف 2022 جيك سولفن كان قد تحدث عن قاعدة كاشان المهمة للغاية وقال بأن هناك تعاونا بين إيران وبين الروس وبأن الإيرانيين الآن يدربون من خلال صورة الحصرية نشرتها سيئانا الأمريكية من خلال وفد للروس قد جاءوا إلى هذه القاعدة يدربونهم طبعا الإيرانيين على طائرات المسيرة مثل طائرات شاهد التي ترونها وغيرها وهذا طبعا ما دفعنا فيما بعد أن نرى فعلا الطائرات المسيرة من شاهد 136 المفخخة أن تظهر فوق أوكرانيا وتحقق الكثير من الضربات المهمة والمؤثرة حتى هذه اللحظة بالتالي الغرب لديه تركيز كبير على مسألة الطائرات المسيرة وهذا ما يوضح ما رأيناها أساسا في أصفهان كما تحدثنا أن الأمور لم تكن فقط هنا بل كانت هناك العديد من الأمور الغامضة التي جاءت في طهران في كرج في آزر شهر وكذلك في خوء التي تعتبر من ضمن أذربيجان الغربية الكثير من الانفجارات أو الأحداث الغامضة التي جاءت إذا ما ذهبنا الآن لكي نلقي نظرة على ما جاء ونبدأ من طهران على سبيل المثال لنذهب وننظر ونلقي نظرة على طهران تحديدا لنرى ما الذي جاء كانت هناك مثلا هذه اللقطة إلى واضح جدا بأن هناك جسما معينا يحلق كما تلاحظون وأيضا طائرات عسكرية تحلق بهذه الطريقة وكانت هناك عملية اشتباكات واضحة الناس صوروا كل شيء لا تفسير من إيران حتى هذه اللحظة لما ترى هنا آزر شهر التي ترونها تحديدا أحدى المستودعات النفطية أو المجمعات النفطية الموجودة في هذه المنطقة وهي مجمع السليمي كما نشر عنها احترقت حرقا كبيرا ليست بالطائرات المسيرة لا كلام عن الطائرات المسيرة ولكن الكلام الأكبر من هذه الانفجارات الكبيرة بأنها قد تكون عملية تخريبية في نفس الوقت جاءت وأيضا كنا أمام هذه الانفجارات فجأة انفجارا إلى اليمين انفجارا إلى الشمال وبعدها كان زلزال وانتهت وقطع التيار الكهربائي في أذربيجان الغربية دعونا نعود الآن إلى الشاشة مرة أخرى لكي نلقي نظرة على العلامة تحديدا وما جاء في خوء كل شيء هنا غريب للغاية مما جاء هنا كما تلاحظون مثلا مرة أخرى في خوء وما جاء ستلاحظ بأنك أمام انفجار انفجار آخر وهزة كبيرة للغاية قالوا بأنها هزة أرضية وبأنها جاءت في توقيت مثير مع الهجمات التي جاءت التي طبعا قالت الوستشي جونل بأن إسرائيل تقف خلفها ولكن بعض المحللين وضحوا بأن خوء التي تأتي هنا في أذربيجان الغربية هي ليست من مناطق أو المناطق التي تتعرض للزلازل وهذا ما رشحه وجعلهم يرشحون بأننا قد نكون أمام هجوم قد جاء في هذه المنطقة إيران لا تريد الاعتراف بها ولكن بشكل عام ما جاء في هذه المنطقة هو كان في حقيقة الأمر عبارة عن زلزال على المستوى الرسمي هذه الحوادث الغامضة كلها جاءت في نفس الوقت لذلك هي تثير الكثير من الشبهات ويمكن الكثير من الروايات يتم سماع يعني يتم سماع هذه الروايات عن ما جرى فعلا ليلة يوم أمس المثير أن كل هذه الأحداث جاءت بعد 72 ساعة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية من عملية اختتام المناورات الكبيرة واحدة من أكبر المناورات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في الشرق الأوسط في رسائل موجهة خطيرة لإيران في تدريبات وصلت إلى أطلاق 100 طن من القنابل من قنابل جي بيو التي تستخدم كمخترق القبول طبعا هذه القنابل التي تضرب المشآت التي تقبع تحت الأرض وبالتالي انتهت هذه التدريبات أعلنوها بهذا الشكل لاحظ في 23 من يناير بعدها بـ 24 ساعة موقع أكسيوس الأمريكي أكد بأن هذا الرجل مدير الوكالة المركزية الأمريكية أو مدير مدير المخابرات الأمريكية ودير المكابلة وكالة المخابرات الأمريكية وهو ويليام بيرنز سيكون أساسا في إسرائيل في زيارة مرتقبة وبعدها شهدنا هذه الضربة وبالتالي كل شيء مثير وفيه تركيز كبير يأتي على إيران وخاصة أن إيران حتى هذه اللحظة تخصب اليورانيوم في منشأتي نتانز وفوردو بنسبة 60% نسب عالي مخزون يورانيوم عالي ليس هناك أي عودة للاتفاقية النووية حتى هذه اللحظة وكذلك أن الأمور مع انخراطهم في الحرب الروسية الأوكرانية هو الذي يثير الغرب هو الذي يزعج الغرب كثيرا وبالتالي الولايات المتحدة وإسرائيل قد يفعلون أي شيء انتجاهها إيران ولكن يجب أن ننتبه بأن إيران عادة هي تتحدث بشكل واضح وتقول بأن تخصيب اليورانيوم الذي يأتيه وحتى هذه اللحظة هو عبارة عن نسبة 60% لم يصلوا إلى نسبة 90% وأيضا في نفس الوقت هم لا يمتركون القنبلة النووية حتى هذه اللحظة هم يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي انسحبت من الاتفاق النووي نحن لما انسحب من الاتفاق النووي وأيضا إيران لا زالت جزءا من معاهدة MPT وهي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وبالتالي هذا قد يشكل رادعا كافيا للولايات المتحدة وإسرائيل لمنعها من توجيه أي ضربة ولكن خراطها مع إسرائيل هو خطر للغاية بعد الهجوم والضربات التي شاهدناها كل الأنظار تذهب إلى أقليم كردستان وما ممكن أن يأتي ضد أقليم كردستان فتعودنا في كل ضربة تأتي على العراق بأي شكل من الأشكال دائما أقليم كردستان يدفع ثمن هذه الضربات بشكل أو بآخر وهذه مسألة خطيرة ترجمة نانسي قنقر